التوصيات التي أصدرتها الشرطة الإسرائيلية بتقديم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة وإساءة الأمانة أحدثت عاصفة في إسرائيل واستحوذت على جدول الأعمال السياسي والإعلامي فيها وفتحت باب النقاش بشأن المفاعل القانونية لهذه التوصية ومستقبل نتنياهو السياسي نتنياهو كان قد أعد بيانا مسبقا تعليقا على التوصيات هجم فيه الشرطة وفند ورد على كل ما ورد فيها منذ انتخاب فتح ضد 15 تحقيقا كلها انتهت من دون شيء وأكثر من نصف توصيات الشرطة لا تقبل من قبل الجهات القضائية هذه التوصيات لا قيمة لها في نظام ديمقراطي سأواصل العمل بمسؤولية ورجاحة عقل وسأواصل العمل من أجل مصلحة الدولة لا من أجل الحصول على علب سيجار من صديق ردود الفعل على الساحة السياسية قسمت بين داعم لنتنياهو وداعا إياه إلى استخلاص العبر والاستقالة حزب الليكود وكل مكونات الحكومة الإسرائيلية استفت إلى جانب نتنياهو بينما دعته أحزاب المعارضة إما إلى الاستقالة أو التنحي جانبا مقابل الحراك السياسي هذا صب الاهتمام الإعلامي على المسار القضائي للتوصية وخاصة أن مفاعلها لا تبدأ إلا بعد صدور قرار المستشار القضائي للحكومة المسار القانوني لقضايا نتنياهو بعد صدور توصيات الشرطة سيتضمن عدة خطوات إلى أن يصل إلى المستشار القضائي للحكومة وزمن عمل المستشار بحسب التقديرات هو ثلاثة أشهر كحد أدنى وبهذا سنكون قد وصلنا إلى شهر أيلول سبتمبر وإلى حينها كل شيء يمكن أن يحدث إذا قرر المستشار تقديم لائحة اتهام فسيبقى لنتنياهو حق الاستماع وهذا سيستغرق على الأقل خمسة أشهر حتى القرار النهائي بتقديم لائحة اتهام أي حتى شباط فبراير من العام المقبل وبصرف النظر عن المسار القضائي ومفاعله وزمنه رأى محللون أن العدى العكسية لحياة نتنياهو السياسية قد بدأ وأنه سيلعب على عامل الوقت على أمل تفتيت المستشار القضائي لتوصيات الشرطة لكن ثقل الشبهات سيهزمه في النهاية